أستعرض لكم جانباً من التأريخ يرتبط بموضوعنا قطعاً بنحو موجز وبنحو مختصر لأن عرض المطالب التأريخية بكل تفاصيلها يحتاج إلى سلسلة حلقات لكنني سأوجز وأجمل بقدر ما أستطيع الحكاية تبدأ منذ أيام المأمون العباسي المأمون العباسي أراد بمخططه أن يجعل الإمام الرضا صلوات الله عليه ولياً لعهده أراد أن يشوه سمعة الأئمة صلوات الله عليهم ومن أنهم طلاب دنيا مخطط خبيث لكن إمامنا الرضا قلبه عليه حتى صار الأمر وهبالاً على المأمون أدى به أن قتل الإمام الرضا وقتل العديد من خواصه من خواصه في حكومته كان خائفاً منهم وبعد ذلك خرج فاراً من خراسان اتجه إلى بغداد وجعل عاصمته بغداد لأن ما قام به في خراسان من برنامج مفصل أراد منه أن يشوه سمعة الإمام الرضا ومن أنه طالب دنيا وحشد له أهل العلم وأهل الثقافة والإعلام في زمانه علهم يستطيعون أن يحرجوا الإمام الرضا علهم يستطيعون أن يصطادوا نقطة ضعف عليه إلا أن الأمور انقلبت بشكل آخر أنا لا أريد أن أحدثكم عن تأريخ تلك المرحلة كان الذي كان خطط المأمون العباسي ألا لعنة عليه الوائل يمدحه في أشعاره في ديوانه ويمدحه في مجالسه على المنبر من أن المأمونة روعة هذا هو الناطق الرسمي باسم حوزة النجف الناطق العقائدي باسم مرجعية السيستاني على أي حال نحن لا نتوقع غير ذلك من هؤلاء المأمون بعد أن خطط ما خطط وفشلت مخططاته واستشهد إمامنا الرضا صلوات الله عليه وانتقل المأمون إلى بغداد وتمسك بالإمام الجوات وأنا لا أريد أن أتحدث عن تأريخ الإمام الرضا وعن تأريخ الإمام الجوات هنا المأمون لما انتقل إلى بغداد كان مصابا بجنون بجنون من معارف محمد وآل محمد المأمون كان ذكيا المأمون كان داهية أكثر خلفاء العباسيين دهاء الدوانيق والمأمون يشبهاني في الدهاء بمعاوية وبعبد الملك ابن مروان مثلما في الأمويين هناك معاوية وهناك عبد الملك ابن مروان في العباسيين هناك الدوانيق الذي يعرف بالمنصور وهناك المأمون العباسي والمأمون العباسي أكثر دهاء وأكثر شيطنة حينما فشلت مخططاته مع الإمام الرضا صلوات الله عليه وانتقل إلى بغداد أخذ يخطط بطريقة ذكية جدا المأمون كان ملما بثقافة عصره مع نباهة ودهاء وذكاء لم يكن غبيا لم يكن جاهلا كان مثقفا بعدما اطلع على جانب يسير من معارف أهل البيت صلوات الله عليهم في المجالس التي كانت تعقد في قصره والإمام الرضا نجمها نجمها الساطع أصابه الذعر من هذه الثقافة العميقة ومن هذا البيان الساحر فجاء إلى بغداد فارا من كل ذلك وفارا من عواقب جريمته التي ارتكبها في خراسان جاء بمخطط جديد بعد مشاورات مع ثعالب السياسة وثعالب الدين في الأجواء العباسية الشيطانية وصلوا إلى هذه النتيجة من أننا لا نستطيع مواجهة فكري محمد وآل محمد إلا أن نشغل الناس بشيء جديد فأسس دار الحكم مؤسسة ثقافية تعليمية وهي في الوقت نفسه للنشر والترجمة وجاء بكتب الفلسفة من مختلف البلدان وأصر على نشر الفلسفة الإغريقية لماذا؟ كي ينشغل الناس بها وكي تتولد مجموعات تعشق الجدل والنقاش والبحث في الأمور العقلية كي يبعد الناس عن حديث العترة الطاهرة وعن ثقافة محمد وآل محمد ونجح في ذلك إلى حد بعيد أغبياء أغبياء مراجع النجف وكربلاء يسمون مدارسهم بدار الحكمة يا أغبياء يا أغبياء النجف يا ثلان كربلاء يا أيها العمالقة من مخرأة الطوسي دار الحكمة عنوان لحرب محمد وآل محمد يا أيها الأغبياء مؤسسة أسسها المأمون في بغداد لحرب محمد وآل محمد وأنتم تؤسسون مدارسكم في حوزة الطوسي في النجف وغير النجف تحت هذا العنوان هل تريدون حرب محمد وآل محمد بشكل علني أم أنكم تعشقون الثقافة العباسية يا أيها الثولان يا أيها الحمير على أي حال المأمون العباسي أسس دار الحكمة لجلب كتب الفلسفة وسائر الثقافات الإغريقية الإغريقية والهندية وغير ذلك كي ينشغل الناس بها وكي تنشغل العقول بها بعيدا عن عن الثقافة عن الثقافة الرضوية التي بدأت تنتشر على ألسنة الناس بعد تلك المجالس والندوات والمعاهد التي قام بها المأمون نفسه فانقلبت وبالا عليه من هنا فإن المأمون قتل الإمام الرضا ووضع الإمام الجواد تحت نظره وزوجه ابنته وجعله قريبا منه كي لا يستطيع الإمام أن يتواصل بحريته مع أنصاره وشيعته ونقل الخلافة إلى بغداد وأسس دار الحكمة وأغدق الأموال على الذين يجلبون الكتب من الثقافة الأجنبية وبدأ بالترجمة ونشر الفلسفة على شكل واسع وماذا فعل أيضا وشجع المعتزلة أعطاهم مجالا واسعا الفكر المعتزلي فكر عقلي وعقلاني في الوقت نفسه قطعا هناك فارق بين العقلية والعقلانية العقلية منهج فكري محض أما العقلانية إنها مواءمة بين فكر العقل وحاجات الواقع العملي بالضبط بالضبط كما يقال في عالم السياسة المنهج البراغماتي المنهج البراغماتي هو مصداق للمنهج العقلاني إنها المواءمة بينما ينتجه العقل وبينما يفرضه الواقع لدفع المضار إلى أقصى حد والتخلص منها ولجلب المنافع الحديث عن المضار الشخصية وعن المنافع الشخصية لدفع المضار إلى أقصى حد وجلب المنافع في أعلى حد هذا هو المنهج البراغماتي الذي يحكم العالم الآن إنه منهج السياسة الغربية وهو نفسه الذي يحكم به كل ساسة في العالم على أي حال المأمون شجع على انتشار الفكر الاعتزالي وفي الحقيقة أنا بحاجة أن أوضح لكم الفكرة الاعتزالية لماذا لأن الشيعة الذين يقولون عن أنفسهم إنهم شيعة ما هم بشيعة هم معتزلة لكنني لا أجد وقتا كافيا لذلك أتمنى أن أجد وقتا مناسبا في قادم الأيام كي أحدثكم عن المعتزلة وتأريخهم وفكرهم بالتفصيل صار الواقع العباسي واقعا معتزليا وأخذ الفكر الاعتزالي بالانتشار وانتشرت الفلسفة الإغريقية بشكل واضح إذا أردنا أن نبحث عن تعريخ انتشار الفلسفة الإغريقية فإنه بدأ من عصر المأمون وشيئا فشيئا تدرج وصار معلما واضحا من معالم العصر العباسي كل هذا خطط له المأمون لأجل أن يحاصر فكر محمد وآل محمد الذي فتح المأمون بواباته بنفسه حينما جلب الإمام الرضا إلى خراسان وأعطى الحرية للشيعة أن يتكلموا فانطلقت قم انطلقت قم وانطلق رجالها في بلاد فارس ينشرون الفكر وانطلق أدباء الشيعة بأشعارهم وأخذ الناس يتغنون بقصائد دعبل الخزاعي من الشيعة وغير الشيعة لقد هيأ المأمون أرضية لانتشار الفكر الشيعي والأدب الشيعي لقد انتقلت إيران إلى جو يختلف عن الجو السابق وبدأ القميون يجدون مجالا لنشر حديث وفكري محمد وآل محمد المدة ما هي بطويلة لكن المأمون أحس بالخطر قتلوا الإمام وحاصروا الشيعة من جديد وانكفأ القميون في عش آل محمد مرة أخرى وبدأ الضغط العباسي على قم الحكاية مفصلة وما وجود المرقد الطاهري لفاطمة المعصومة إلا علامة على ما فعله العباسيون بالهاشميين إنها المعركة التي دارت في جوار قم حيث قتل العباسيون كل الذين كانوا بصحبة السيدة المعصومة إنها مذبحة مذبحة إنها مجزرة وانكفأت السيدة المعصومة فعادت إلى قم حكاية مفصلة لست بصدد الورود فيها هذا هو الذي خطط له المأمون ونجح المأمون في مخططاته في بغداد فدار الحكمة عنوان إلى يومنا هذا للمدارس الدينية في النجف للتي يؤسسها مراجع النجف بأنفسهم وهم الذين يختارون العنوان لها كبار مراجع الشيعة من أمثال محسن الحكيم والذين جاءوا من بعده هم الذين وضعوا هذا العنوان على المدارس الدينية في حوزة الطوسي اللعنة على حوزة الطوسي وكأنهم يعيدون أمجاد تلك المؤسسة التي حاربت فكر أهل البيت على أي حال هذا موضوع متشعب متشعب ومتشعب جدا بقي الحال يتسع إلى زمان المتوكل العباسي المتوكل العباسي قتل سنة 247 للهجرة وهو ممن آذوا إمامنا الهادي أذى شديدة لا لعنة عليه أتعلمون أن ابن عربي الصوفي أتحدث عن محي الدين ابن عربي في الفتوحات المكية يعد المتوكل من الأئمة المعصومين تعلمون بهذا أو لا هنيئا هنيئا لعرفاء الشيعة الذين يأخذون دينهم من ابن عربي صدقوني لو رجعتم إلى برامجي التي تحدثت فيها عن محي الدين ابن عربي ستجدون أنني آتي بكتابه الفتوحات المكية وأقرأ قبائحه وأفكار نصبه وعقائض ضلاله من هذا الكتاب وهو قرآن عند عرفاء الشيعة يعد المتوكل من الأئمة المعصومين من الأئمة المرضيين وهو أشهر خليفة بين الناس بالأبنة كان مأبونا كان مأبونا عبيده كانوا يلوطون فيه وإلى هذا أشار دعبل الخزاع في قصائده التي ذم فيها المتوكل العباسي أنا لا أريد أن أتحدث عن كل هذه التفاصيل لأن المطالب هذه تحتاج إلى وقت لا أجده ولا أمتلكه في هذه الحلقة هناك الكثير من المطالب أريد أن أتحدث عنها في زمن المتوكل العباسي تغير الحال في الأجواء العباسية لماذا؟ هناك من أثر على المتوكل العباسي والذي كان جاهلا لم يكن على علم وعلى ثقافة مثل ما كان المأمون العباسي كان جاهلاً حقيراً مأبوناً خميراً سافلاً منحطاً إلى أبعد الحدود ومن هنا صهر إمام معصوماً عند العرفاء عند ابن عربي هناك من أثر عليه فجعل المتوكل العباسية يقرب السلفيين قرب السلفيين وأبعد المعتزلة فصار الشارع العباسي الذي ينتمي إلى الحكومة العباسية صار شارعاً سلفياً وهيمن السلفيون أن نواصب على مفاصل الدولة العباسية بالضبط إذا قرأتم التأريخ ستجدون تشابهاً كبيراً بين سلطة الوهابيين في السعودية وكيف أن الحكمة قبل محمد ابن سلمان كان ما بين آل سعود وآل الشيخ الذين هم آلوا محمد ابن عبد الوهاب السلفي الناصبي الأمور بدأت تتغير في زمان محمد ابن سلمان حدث تغيير واضح على أي حال في زمن المتوكل العباسي هيمن السلفيون على الشارع وهيمن على مفاصل الحكم والدولة فظلموا الناس كثيرا حينما كان المعتزليون هم الذين يسيطرون على الشارع المعتزليون يؤمنون بالحرية بحرية التفكير وبحرية التعبير وهذا هو الذي فعله المأمون حين نشر الفلسفة وأعطى زمام الأمور للمعتزلة في الشارع العباسي لما هيمن السلفيون تغيرت الأوضح وذهب المعتزلة إلى الزوايا بعيدا عن الشارع الواسع العريض هناك من الناس من رضي بهيمنة السلفيين وهناك من الناس من كان رافضا وكان معارضا لكنه لا يستطيع أن يتكلم ومشت الأمور مشت الأمور على هذا الحال ما هي النتيجة التي وصلت إليها الدولة العباسية بعد أن سيطر السلفيون عليها تمزقت الدولة العباسية العاصمة في بغداد والخليفة موجود في بغداد وفساده قائم لا أتحدث عن خليفة واحد وإنما كثر الخلفاء إلى زمان الخليفة المستكفي بالله في زمان الخليفة المستكفي بالله وجد نفسه لا يستطيع أن يحكم حتى في قصره الذي يعيش فيه فماذا يفعل البلاد تقسمت صحيح يقولون من أن الأمصار خاضعة للخليفة في بغداد لكن لا حقيقة لذلك ليس للخليفة إلا أن يذكر اسمه في خطبة صلاة الجمعة فقط ليس له من سلطة ليس له من ولاية ولا من عكومة وجد الخليفة نفسه ليس قادرا أن يحكم قصره في بغداد فما الذي فعله أخذ يجري اتصالات سرية مع البويهيين وحكاية البويهيين حكاية طويلة أنا لست بصدد برنامج تاريخي أريد أن أصل معكم إلى الطوس لكنكم لن تعرفوا الحقيقة ما لم تعرفوا المقدمات الخلاصة المستكفي بالله العباسي أخذ يتواصل مع البويهيين واتفق معه أن يأتوا إلى بغداد وأن يسيطر على النظام الأمني والعسكري والاقتصادي والاجتماعي في الدولة العباسية وفعلا وصلت طلائعهم سنة 334 للهجرة 334 335 وصلت طلائعهم إلى بغداد وسيطروا سيطروا على بغداد وسيطروا على العراق وسيطروا على أطراف الدولة العباسية البويهيون شعة ليسوا متدينين لكنهم شعة إنهم سياسيون إنهم عسكريون سياسيون من الطراز الأول وعسكريون من الطراز الأول منهجهم منهج براغماتي شعة في الحقيقة تأثر كثيرا بفكر المعتزلة وتأثر وتأثر أيضا بالثقافة الإسماعيلية إلى حد بعيد هذه المطالب بحاجة إلى بحث وإلى تفصيل في القول وأنا لست بصدد الحديث عن البويهيين هناك من قال عنهم من أنهم معتزلة هم ليسوا معتزلة الشيعة بشكل عام تأثر بالفكر الاعتزالي الشيعة في زماننا هذا معتزلة أصولهم الاجتماعية شيعة لكن فكرة حوزة النجف فكر اعتزالي وبامتياز لأنه امتداد لفكر الطوسي المعتزلي والفكر المرتضى الشريف المرتضى المعتزلي أيضا البويهيون تأثروا بالفكر المعتزلي وتأثروا كذلك بالأساليب والأفكار الإسماعيلية والتي تركت أثرا كبيرا في إيران بعد أن تأسست الدولة الإسماعيلية في أرض قزوين إنها دولة الحسن بن صباح وحكايتها طويلة معقدة على أي حال قدم البويهيون إلى العراق وسيطروا على الأوضاع في الدولة العباسية لم يفرضوا مذهبهم الشيعي بشكل مباشر سياسيون أذكياء تدرجوا شيئا فشيئا منحوا الحرية للجميع أكرموا الجميع من الشيعة والسنة لكنهم في الخفاء فسحوا مجالا واسعا للشيعة على أي حال أنا لا أريد أن أحدثكم عن تلك الفترة الزمانية لأن الكلام سيطول لكنني ألفت أنظاركم من أنهم دخلوا بغداد دخل الطلاععهم الأولى سنة ثلاثمية وأربعة وثلاثين كما عليه الكثير من المؤرخين قد يختلفون في التاريخ في سنة أو سنتين أكثر المؤرخين يقولون من أن طلاععهم الأولى وصلت إلى بغداد سنة ثلاثمية وأربعة وثلاثين للهجرة متى بدأت الغيبة الكبرى الغيبة الكبرى بدأت في النصف من شعبان سنة ثلاثمية وتسعة وعشرين للهجرة يعني في بدايات الغيبة الكبرى وصل البويهيون إلى بغداد في النصف من شعبان سنة ثلاثمية وتسعة وعشرين للهجرة بدأت الغيبة الكبرى وانطوت صحائف الغيبة الأولى الغيبة الصغرى البويهيون وصلوا إلى بغداد سنة ثلاثمية وأربعة وثلاثين للهجرة سنوات قليلة بعد بداية الغيبة الكبرى أنا لست بصدد تعريخ الفترة البويهية أنا أريد أن أصل معكم إلى الطوس نذهب إلى فاصل بعد أن هيمن البويهيون على السلطة العباسية تعاملوا بذكاء مع العباسيين وتعانق دهاء العباسيين مع دهاء البويهيين أول شيء فعله البويهيون أن أظهروا أنفسهم من أنهم لا يناصرون مذهباً من المذاهب بعينه مع أنهم شيعة الجميع يعرف ذلك لكنهم مثل ما قلت لكم لم يكونوا متدينين بمعنى الالتزام الديني كانوا شيعة إلا أنهم يتصرفون بمنطق السياسة ومنطق العسكرة ومنطق الحكومة الناس ارتاحت لهم لماذا فسحوا المجال للتجارة بشكل واسع وأمنوا السبل والطرق لذلك لم يضيقوا على الناس في حريتهم الجميع كانوا يمارسون نشاطاتهم وعباداتهم صحيح هم في الخفاء كانوا يدعمون شيعة دعما قويا جدا وأول مرة في التأريخ يؤذن في المساجد بشكل واضح وعلني وبمسمع من الجميع بالشهادة الثالثة في الحرم الكاظمي في زمان البويهيين بشكل علني يؤذن بالشهادة الثالثة وبحي على خير العمل وبمحمد وآل محمد خير البرية هذه المضامين يؤذن بها بشكل علني في الكاظمية في حرم موسى بن جعفر في حرم جواد الأئمة صلوات الله عليهم الحكاية لها تفاصيل كثيرة كما قلت لكم قبل قليل اقترن الدهاء العباسي مع الدهاء البويهي العباسيون اتفقوا مع البويهيين على نشر الثقافة الاعتزالية رجع الشارع العباسي شارعا معتزليا بدأ الخطاب المعتزلي ينتشر في أسقاع الدولة العباسية رجعنا الى الفترة التي سبقت المتوكل العباسي الى ما خطط له المأمون العباسي بدأت الفلسفة تنتشر من جديد وبدأ النقاش العقلي المعتزلي يهيمن على المساجد وفي الساحات العام وبرزت شخصيات كثيرة في الجو الاعتزالي وفي الجو الشيعي وكانت قريبة من الفكر الاعتزالي نشأت مؤسسات علمية واضحة في الدولة العباسية بتأييد من البويهيين تغيرت الاوضاع شيئا فشيئا وكان البويهيون يظهرون ولاءهم للعباسيين السلفيون ابتعدوا عن الشارع العريض رجعوا الى زواياهم وتكاياهم لكنهم بين فترة واخرى يثيرون فتنة طائفية سلفية في بغداد وغير بغداد وكان البويهيون يتعاملون معها بحسب الظاهر بطريقة الحكومة بطريقة القانون لا بطريقة المذهب ولذا في سنة ثلاثمية وثلاثة وتسعين أخرجوا الشيخ المفيد الذي كان مرجعا للشيعة أخرجوه من بغداد ونفوه خارج بغداد بسبب فتنة طائفية حدثت الفتنة التي تثار في بغداد في الأعم الأغلب كان الحنابلة هم الذين يثيرونها الحنابلة هم أسلاف الوهابيين الوهابيون في الحقيقة هم حنابلة إذا أردنا أن نرجع الوهابية إلى أصلها فإن الوهابية حنبلية بامتياز الوهابيون حنابلة هذا هو أصله الذين كانوا يثيرون الفتنة في بغداد في أغلب الأحيان الحنابلة تارة يثيرونها مع الشوافع والذين كانوا يتواجدون بكثرة في بغداد وأخرى مع المعتزلة وأخرى مع الشيعة في خضمي الفتنة التي حدثت سنة 393 البويهيون أخرجوا المفيد من بغداد هل كان ذلك باتفاق معه في الخفاء لتهدئة لتهدئة الأوضاع في بغداد كي لا تنقلب على الشيعة أم أن الأمر كان فعلا كان إخراجا للمفيد قسرا من بغداد وأخرجوه مرة أخرى سنة 398 للهجرة وفي بعض كتب التأريخ تقول من أنهم سجنوه سجنوه في المرة الأولى وفي المرة الثانية لكنني لست مقتنعا بذلك من خلال البحث في كتب التأريخ والنفش فيها إنهم أخرجوه خارج بغداد والمفيد أساسا لم يكن بغداديا المفيد إذا أردنا أن نبحث عن أصوله فإنه قد جاء من المناطق التي تقع شمال بغداد لا أريد أن أخوض في هذه القضية الآن فأصوله تعود إلى مناطق شمال بغداد بعد ذلك سكن في بغداد البويهيون أخرجوا المفيدة من بغداد وهو مرجع الشيعة آنذاك سنة 393 في فتنة تلك السنة وأخرجوه أيضا سنة 398 للهجرة في فتنة تلك السنة التي أثيرت في بغداد في منطقة الكرخ منطقة الكرخ كانت شيعية كزماننا اليوم كثير من الشيعة في بغداد يقطنون في الكرخ في زماننا والمفيد كان قاطنا في الكرخ لم يكن قاطنا في الرصافة لأنها منطقة العباسيين كانت منطقة الأثرياء ومنطقة الحكام والقادة والخلفاء الذي أردت أن أشير إليه من أن البويهيين كانوا يتصرفون بدهاء وذكاء ربما اتفقوا مع المفيد في المرتين وربما وجدوا المصلحة في أن يخرجوا المفيد قسرا من بغداد أنا أستبعد إخراجه قسرا وهذا الاستبعاد ليس اعتباطيا وإنما اعتمادا على بعض القراء على أي حال أنا لست بصدد الخوض في كل هذه المطالب الجزئية الصغيرة إلى أن وصلنا إلى سنة أربعمية وثمانية الشيخ المفيد لا زال حيا ولا زال مرجعا للشيعة في بغداد فآخر مرة أخرج المفيد من بغداد أكان باتفاق معه أم لم يكن سنة ثلاثمية وثمانية وتسعين إلى أن وصلنا إلى سنة أربعمية وثمانية لماذا اخترت هذا التأريخ إنها السنة التي ورد فيها الطوسي من خراسان إلى بغداد فطوسي دخل بغداد سنة أربعمية وثمانية للهجرة نذهب إلى فاصل وصلنا وصلنا إلى سنة أربعمية وثمانية للهجرة حيث جاء محمد بن الحسن الطوسي من خراسان إلى بغداد علينا علينا أن نعود إلى تأريخه منذ ولادته وبشكل إجمالي الطوسي بحسب ما هو معروف ولادته سنة ثلاثمية وخمسة وثمانين للهجرة في طوس في خراسان وقدم إلى بغداد سنة أربعمية وثمانية للهجرة يعني كان في الثالثة والعشرين من عمره هذه المدة الزمانية من ولادته إلى مجيئه إلى بغداد سنة أربعمية وثمانية نحن لا نمتلك معلومات تفصيلية عنها نحن لا نعرف هل أن الطوس عربي فهناك الكثير من العربي بل العديد من القبائل العربية قطنت في خراسان نحن لا نعرف الطوسي هل هو عربي أم هو خراساني هل هو فارسي أم هو غير ذلك ففي خراسان هناك الفرس وهناك غير الفرس ويقال لهم الخراسانيون الخراسانيون الإيرانيون منهم فرس ومنهم غير فرس فنحن لا نملك معلومات عن الطوس هذا هل هو عربي هل هو خراساني فارسي أم هو خراساني ليس فارسيا قد يكون أفغانيا لا ندري لا نعرف شيئا عن القوم الذين ينتمي إليهم لا نعرف تفاصيل عن أسرته ولا نعرف تفاصيل عن وقائع حياته ولا نعرف هل هو شيعي فعلا مثل ما نعتقد نحن من أنه شيعي أم أنه شافعي من الأساس مثل ما يعتقد الشوافع كبار علماء الشوافع أثبتوا في كتبهم من أن الطوسية هذا شافعي لكنه بعد ذلك تشيع وصار رئيسا للإمامية هكذا هم يقولون بعد أن التقى بالمفيد في بغداد نحن لا نعرف شيئا عن هذا إنما من خلال قرائن كلامه نعتقد من أنه شيعي من جهة الانتماء المجتمعي أما من جهة الانتماء العقائدي فهو شافعي قطعا معتزلي قطعا لأن ثقافة الاعتزالية هي التي كانت منتشرة آنذاك من خلال المعطيات المتوفرة لدينا كل الأسماء التي ذكرت التي ذكرها الطوسي أو ذكرها غير الطوسي من أنه تتلمذ عندهم هناك مجموعة من الأسماء ذكرت في كتب التعريخ والسيار في كتب الرجال من أن الطوسي تتلمذ عندهم لقد تتبعت هذه الأسماء في الكتب أينما ذكرت الأسماء التي ذكرها الطوسي نفسه والأسماء التي ذكرها غيره ما وجدت فيها شيعيا واحدة الأعم الأغلب شوافع والبقية أحناف وقد تحدثت عن هذا الموضوع في برامجي السابقة لا أريد أن أعيد الكلام لأنني لا أمتلك وقتا كافيا إذا أردتم الإطلاع على هذه الحقائق إما أن تعود إلى الكتب والمصادر وإما أن تعود إلى برامجي التي اجتملت على هذه المطالب والتي ذكرت فيها أساتذة الطوسي الذين تعلم عندهم في هذه الفترة ما بين ولادته ثلاثمية وخمسة وثمانين وما بين مجيئه إلى بغداد سنة أربعمية وثمانية ليس عندنا من اسم واحد شيعي تعلم عنده الطوسي كل الأسماء إما شوافع أو أحناف ومن هنا قد يكون كلام الشوافع صحيحا من أن الرجل شافعي في الأصل شافعي مجتمعيا وأسريا وشافعي عقائديا وعلميا وتعليميا اليقين اليقين من أن الطوسي كان شافعيا في عقيدته كان شافعيا في ثقافته كان شافعيا في تعليمه هذا ثابت على الأقل بالنسبة لي لكنني لا أمتلك دليلا على أنه لم يكن شيعيا من جهة الانتساب المجتمعي هناك بعض القرائن تشير إلى أنه كان كان شيعيا لأنه يتحدث عن نفسه من أنه حينما جاء إلى بغداد كان يذهب إلى المزارات وإلى المواضع الشيعية وأنا لا أريد أن أكذب الطوسية في كل كلام يقوله سيكون حينئذ الحديث ليس منطقية إنني أبحث عن الحقيقة ليس عندي من مشكلة مع الطوسي ولقد حاولت كثيرا أن أبرئ الطوسية هذا لسنين طوال لكنني ما وجدت حيلة إلى ذلك وما عثرت على سبيل يوصلني إلى أن أبرئه مما أتهمه به في الحقيقة أنا لا أتهمه إنني أقطع بذلك حينما أقول أقطع بذلك لا يستطيع أحد أن يدعي من أنه يصل إلى اليقين بدرجة مئة بالمئة إنما الكلام قطعا يكون دون ذلك لكننا هكذا نعبر نعبر من أننا نقطع بهذا الموضوع هذا كلام عرفي لا يمتلك أحد الحقيقة ولا أنا بعالم بالغيب إنما هي القرائن والشواهر والأدلة والمعطيات التي تتوفر لدينا على أي حال فالطوسي ما بين 385 إنها سنة ولادته إلى سنة 408 حينما قدم إلى بغداد ليس هناك من معطيات واضحة تحدثنا عن تفاصيل حياته وسيرته الأسماء التي توفرت لدينا أتحدث عن أسماء الذين تعلم عندهم إنهم في الأعم الأغلب شوافع والبعض منهم أحناف لا يوجد فيهم شيعي واحد على الأقل بحسب تتبعي وتحقيقي لما وصل إلى بغداد أيضا ذهب إلى الشوافع القرائن هكذا تقول والكتب تصرح بهذا ذهب إلى الشوافع وهذا يؤكد المعلومات التي ذكرتها لكم من أن أغلب أساتذته من الشوافع فكان مشبعا بالثقافة الشافعية وفي الوقت نفسه تعرف على المفيد سنة أربعمية واثمانية وحدثتكم كيف أنه شرح الرسالة العملية للشيخ المفيد المقنعة وكيف حرفها مر هذا علينا في حلقة يوم أمس قطعا التحريف لم يكن في زمن المفيد هذا التحريف كله في النجث حينما أسس حوزة النجث لأنه لا يستطيع أن يحرف رسالة المفيد زمن المفيد والرسالة كانت معروفة ولم يكن الطوس شخصية لها من القيمة والوزن الثقيل آنذاك كان تلميذا من تلامذة المفيد ليس إلا إلى أن توفي المفيد في أوائل شهر رمضان سنة أربعمية وثلاثة عشر أذكركم فقط بما جاء في الرسالة الأولى التي وصلت إلى المفيد من رسائل الناحية المقدسة التي بعث بها إمام زماننا ووصلت إلى المفيد سنة أربعمية وعشر للهجرة وخاطب فيها إمام زماننا أكثر مراجع الشيعة أكثر علماء الشيعة أطوسي كان موجودا قطعا كان مقصودا بهذا الخطاب عاقبة أمره تشير إلى ذلك ماذا قال إمام زماننا في خطابه لأكثر مراجع الشيعة لأكثر علماء الشيعة لأكثر زعماء الشيعة لأكثر شخصيات الشيعة ومعرفتنا بالزلل الذي أصابكم مذجنح كثير منكم إلى ما كان السلف الصالح عنه شاسعة غطسوا في العيون الكدرة للشوافع والأحناف وللأشاعرة والمعتزلة ومعرفتنا بالزلل الذي أصابكم مذجنح كثير منكم إلى ما كان السلف الصالح عنه شاسعة ونبذوا العهد المأخوذ منهم وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون توفي المفيد سنة أربعمية وثلاثة عش للهجرة وانتقلت المرجعية الشيعية إلى إلى علي بن الحسين ابن موسى الذي يعرف بالشريف المرتضى إلى السيد المرتضى كما نعرفه في أجوائنا الشيعية وكذلك يعرف بالشريف المرتضى انتقلت المرجعية إلى الشريف المرتضى والتسق الطوسي بالمرتضى أكثر مما التسق بالمفيد والمرتضى هو الذي أوصله إلى العباسي فالمرتضى كان على صلة وثيقة جدا بالعباسي المفيد لم يكن كذلك المفيد كان على صلة بالبويهيين ولكنهم مع ذلك إن كان بالاتفاق أم لم يكن بالاتفاق أخرجوه من بغداد مرتين أما المرتضى فإن الحكومة العباسية أغدقت عليه من الأموال ما جعلته عبداً عنده لقد جعلوه نقيب الطالبيين ويعطونه الأموال الكثيرة لأجل هذا المنصب وجعلوه قضي القضاة ويعطونه الأموال الكثيرة لأجل هذا المنصب وجعلوه أمير الحاج ويعطونه الأموال الكثيرة لأجل هذا المنصب وجعلوه متولي ديوان المظالم ويعطونه الأموال الكثيرة لأجل هذا المنصب حتى امتلك ثمانين قرية ثمانين قرية بعمالها وفلاحيها وبساتينها وأراضيها الأراضي على ضفاف الفرات الأوسط كان المرتضى يمتلكها هذه أراضي المرتضى صار عبدا عند العباسيين وعرف الطوسي على العباسيين وارتبطت علاقة الطوسي بالعباسيين من خلال المرتضى الطوسي كان أقرب الأشخاص إلى المرتضى ولذا كان يخصه براتب خاص له وبعناية فائقة له وكلما توثقت رابطة المرتضى بالعباسيين توثقت رابطة الطوسي ما إن صار الطوسي مرجعا للشيعة قطعا بتخطيط من المرتضى وبتخطيط من العباسيين أيضا مثل ما تخطط الحكومات لمراجع الشيعة في النجف ما إن صار مرجعا حتى أعطاه القائم بأمر الله الخليفة العباسي أعطاه كرسي الكلام أعطاه الرئاسة العامة على علماء بغداد على علماء الشيعة والسنة هذا الأمر لم يأتي جزافا ولم يأتي اعتباطا هناك تخطيط هناك برنامج لاحظوا ذكاء العباسيين أحدثكم أحدثكم عن ذكاء العباسيين ودهائهم قلت لكم اختلط وتمازج دهاء العباسيين مع دهاء البويهيين فنحن لازلنا في الأجواء البويهية من دهاء العباسيين منذ زمن المأمون نشروا الفكرة المعتزلة لماذا نشروا الفكرة المعتزلة لأن العباسيين في الحقيقة ليسوا متدينين فلا يريدون من أهل الدين من أي مذهب أن يطالبوا الحكومة أن تكون دينية لأن العباسيين لا دين عندهم ليسوا متدينين أصلا لو سألنا أنفسنا ما هو مذهب العباسيين العباسيون لا نستطيع أن نصفهم بأنهم شيعة ولا نستطيع أن نصفهم بأنهم سنة ولا نستطيع أن نصفهم بأنهم غلات ولا نستطيع أن نصفهم بأنهم خوارج ولا نستطيع أن نصفهم بأنهم معتزلة ولا نستطيع أن نصفهم بأي مذهب من المذاهب ولا بأي فرقة من الفرق إنهم أناس سياسيون طلاب حكم يفعلون الذي يكون مناسبا لحكمهم بالضبط مثل ما يفعل أهل سعود في السعودية أهل سعود لا نستطيع أن نصفهم بأنهم متدينون لا علاقة لهم بالدين نعم اتفقوا مع آل الشيخ الذين جعلوا الدين وسيلة لتحقيق أغراضهم قد يكون البعض من آل الشيخ متدينا بدين الشيخ بدين محمد بن عبد الوهاب لكن قطعا ليس كل آل الشيخ متدينين بدين جدهم محمد بن عبد الوهاب آل سعود لا علاقة لهم بالدين إنما يوظفون الدين لأجل مصالحهم العباسيون كانوا هكذا لن نستطيع أن نصنفهم على دين معين على مذهب معين المعمون وجد أن ينشر الفكرة الاعتزالية لأجل أن لا يطالبه الناس بالرجوع إلى محمد وآل محمد ولأجل أن لا يطالبه الناس بحكومة دينية وانتشر الفكر الاعتزالي وعاد إليه العباسيون في الزمان البويهي وهذا دهاء وذكاء من العباسيين كي يتخلصوا من السلفيين ومن دعاة التدين المذهبي وحينما أرادوا أن يتخلصوا من الطالبيين الذين يزاحمونهم في رغبة الناس أن تكون الخلافة لهم أيضا تخلصوا منهم ببرنامج شيطاني خبيث أن أسسوا نقابة العباسيين ونقابة الطالبيين وأسسوا النقابة للعباسيين من دون اهتمام بها كي يقنع الطالبيين من أن الحكومة العباسية تعامل الطالبيين كما تعامل العباسيين وفتحوا مراكز للنقابة العباسية في كل الولايات والمدن الكبيرة والأمر كذلك فعلوه لنقابة الطالبيين لماذا فعلوا ذلك لأنهم نقلوا الصراع الذي كان بين الطالبيين والعباسيين إلى صراع بين الطالبيين أنفسهم على النقابة التي هي مؤسسة تابعة للحكم العباسي فتخلصوا من الطالبيين فبدأ الطالبيون يتنافسون فيما بينهم على هذا المنصب وأغدق المال الكثير على هذا المنصب ما المراد من نقابة الطالبيين كأنه حكم ذاتي للطالبيين فيما بينه فنقابة الطالبيين هي التي تمنح وثيقة النسب للطالبي الذي يدعي أنه طالبي عليه أن يراجع نقابة الطالبيين كي يمنحوه وثيقة الانتساب فإذا ما منح هذه الوثيقة فإنه يستطيع أن يحصل الأموال من خلال الأوقاف التي أوقفت له إلى غير ذلك مصالح الطالبيين مع الحكومة العباسية لتسهيل الأمر عليهم حتى لا يتكلم بين الناس ضد الحكومة العباسية جعلوا الأمر إلى نقابة الطالبيين فإذا كان من مشكلة فإنهم سيذمون النقابة ولا يذمون الحكومة العباسية لأن هذه المؤسسة هي المؤسسة المسؤولة عن تخليص مشاكل وحقوق الطالبيين مع الحكومة العباسية كذلك إقامة الحدود لا يقيمون الحدود على الطالبيين كي يتخلص من هذه المشكلة كي لا يقول أحد من أن إقامة الحد على هذا الطالبي من قبل العباسيين لأجل أمر سياسي لظلمهم للعداء فيما بينهم أوكلوا إقامة الحدود إلى نقابة الطالبيين يعني نارهم تاكل حطبهم جعلوا المشاكل فيما بينهم بينما نقابة العباسيين ليس لها من تأثير هي موجودة فقط بالإسم ولذا إذا رجعتم إلى كتب التأريخ تجدون أن النار تتأجج في أجواء نقابة الطالبيين أما نقابة العباسيين فهي باردة جدا بتعبيرنا الشعب العراقي احدهد عن الطنطل هم صنعوها لأجل أن يقولوا للطالبيين من أننا أيضا أسسنا نقابة للعباسيين وإلا فالعباسيون هم في الحكم لا يحتاجون إلى هذه النقابة الطالبيون يطالبون العباسيين بالحكم فصنعوا لهم حكما ذاتيا فيما بينهم وأشغلوهم فيما بينهم ونشهب الصراع الشديد فيما بينهم بدأوا يتهارشون عليها كتهارش الكلاب على الجيف مثلما يتهارش مراجع النجف وكربلاء على المرجعية فتخلصوا من الطالبيين ومشاكلهم عودوا إلى التأريخ منذ أن تأسست نقابة الطالبيين فليس هناك من ثورة طالبية على العباسيين انتهت الثورات الطالبية عودوا إلى دراسة التأريخ وتفحصوا هذا الموضوع كانت الثورات الطالبية بين سنة وأخرى تقوم في وجه العباسيين تخلصوا منهم بهذا البرنامج بدأوا يتصارعون فيما بينهم نقابة الطالبيين يعني عمال هم عملاء يشتغلون عند العباسيين الآن يفتخر الهاشميون آل النقيب كان نقيبا للطالبين كان عميلا عند العباسيين كان عبدا من عبيد العباسيين هؤلاء هم نقباء الطالبين هذه هي الحقيقة هذه هي الحقيقة من الآخر العلويون الآن يتشرفون بأن جدهم كان نقيبا للطالبين كان عميلا عند العباسيين عند قتلة الأئمة إذن لماذا نلوم الوائل حينما يمدح خلفاء بن العباس يمدح قتلة الأئمة ما هم العلويون أنفسهم يفتخرون بأن أجدادهم وآباءهم كانوا عملاء كانوا عبيدا عند العباسيين عند قتلة الأئمة هذا هو واقعنا هذا هو تاريخنا نذهب إلى فاصل قضية أخرى مهمة تحدثنا عن دهاء العباسيين وهذه حدثت زمان مرجعية السيد المرتضى الشريف المرتضى المذاهب الدينية الإسلامية كانت كثيرة أتحدث عن مذاهب السنة عن مذاهب المخالفين هذه التسمية تسمية السنة جاءت متأخرة مذاهب الجمهور كانت المذاهب كثيرة لماذا انحصرت بالمذاهب الأربعة المعروفة الحنفي المالكي الشافعي الحنبلي لماذا انحصرت بهذه المذاهب الحكومة العباسية وضعت قانونا قالت المذهب الذي يدفع أتباعه مقداراً من المال حددوه بحسب سعة المذهب بحسب الإمكانات المالية المتوفرة عند زعماء ذلك المذهب وضعوا قانون المذهب الذي يسدد للدولة الرسوم والضرائب التي افترضوها عليه سيكون معترفاً به من قبل الدولة العباسية بنحو شرعي ورسمي والدولة مسؤولة عن حمايته وحماية مؤسساته وحماية شأنه أتباع هذه المذاهب الأربعة دفعوا الأموال فتكفلت الدولة العباسية بحمايتهم وبتوفير التسهيلات لهم وأعطتهم عنواناً رسمياً شرعياً من قبل الدولة الحاكمة أعطتهم الإجازة الكاملة بقية المذاهب أتحدث عن المذاهب السنية عن المذاهب الناصبية البعض منهم رفضوا هذه الفكرة البعض منهم لا يملكون أموالاً البعض منهم كانوا كثيرين قالوا نحن في غنى عن الحكومة وتأييدها انقرضت كل تلك المذاهب هناك مذاهب كبيرة انقرضت انتهت هناك مذاهب أكبر من هذه المذاهب في الوقت الذي دفعت هذه المذاهب الأربع الأموال لكنها انقرضت لأن الحكومة لم توفر لها المكانة الرسمية والحماية الرسمية الحكومة عرضت على المرتضى في وقته أن يدفع عن الشيعة كي يكون المذهب الشيعي مذهباً رسمياً الحكومة العباسية كانت لا تمانع منهجها منهجها اعتزالي والمرتضى كان عبداً من عبيدها والطوسي المرجعية القادمة له وهو عبد من عبيدها أيضاً فلماذا تخشى من الشيعة المرتضى كان غنياً يقولون هكذا من أن المرتضى في كتبنا في كتب علمائنا من أن المرتضى هيئ نصفاً من المبلغ ولم يكن يمتلك المبلغ كله وطالب الشيعة بتزديد نصف المبلغ المتبقي ومن أن الشيعة قصرت في ذلك وانتهى الأمر في الحقيقة المرتضى كان بخيلاً جداً ليس كأخيه الرضي الرضي كان جواداً كريما المرتضى كان بخيلاً وهذا هو شأن المراجع لأن الرضي لم يكن مرجعاً كان رجلاً اجتماعياً سياسياً كان شاعراً أديبة كان مهتماً بالوصول إلى منصب في الدولة ولذا أشغلوه بنقابة الطالبيين سأعود للحديث عنه أدخلوه في برنامجهم وأسكتوه يبدو أنه كان على علاقة بالدولة الفاطمية وكان الصراع على أوجه ما بين الدولة الفاطمية في مصر ودولة العباسية في بغداد بالضبط كالصراع الذي كان أيام الحرب الباردة بين الاتحاد السوفياتي والولايات المتحدة الأمريكية الأمثلة تضرب ولا تقاس مثل ما كان الصراع ما بين الدولة العثمانية والفرنسيين والبريطانيين أيام قوة الدولة العثمانية مثل ما هو الصراع الآن ما بين إيران والأمريكان ما بين إيران والسعودية كان الصراع محتدما جدا ما بين الفاطميين في مصر والعباسيين في بغداد الشريف الرضي كان على علاقة بالفاطميين كما يبدو العباسيون أسكتوه وتخلصوا من جعلوه نقيبا للطالبيين بعد وفاة أبيه أعود إلى قضية دفع الأموال عن المذهب الشيعي الموجود في الكتب هو هذا من أن المرتضى هيأ نصف الأموال وطالب الشيعة الشيعة قصر وانتهت المدة وانتهت مرجعية المرتضى ولم تعترف الدولة العباسية بالمذهب الشيعي صحيح أن المرتضى كان بخيلا وكان بخيلا جدا لكنه لو طالب الشيعة فإن الشيعة ستدفع الأموال أنا لا أعتقد بهذا هذا ظني هذا ظني الذي أعتقده من أن المرتضى ما أراد للشيعة أن يحصل على حرية كاملة وعلى اعتراف رسمي من الدولة العباسية أراد لهم أن يبقوا تحت سلطته أن يحافظ على حالتهم الديخية لأنه كان ذكيا وكان يعلم لو أن الشيعة نالوا حرية بمرور الوقت فإنهم سيرفضون المؤسسة الدينية الشيعية التي تستعبدهم وتركب على ظهورهم هذا الأمر لا بد أن تعرفوه ليس خاصا بالشيعة الحركات اليهودية المتعصبة في فلسطين ترفض الدولة اليهودية لماذا يقولون هذه الدولة ستؤدي بما تقوم به للقضاء على الدين اليهودي لأن اليهود سيتركون الالتزام بدينهم ولن يتمسكوا بعلمائهم بالحاخامات وهذا فعلا جرى في الدولة اليهودية حينما صار الحكم ديمقراطيا وحينما صار الحديث عن علمانية في التنظيمات السياسية التي تحكم البلاد فهؤلاء رجال الدين اليهود يريدون لليهود أن يبقوا تحت خيمتهم لأنهم يعلمون إذا ما فسح المجال لليهود فربما يعترضون على المؤسسة الحاخامية وهذا قد حدث فهناك من رجال اليهودي من رجال الديني من بدأوا يتسربون إلى أوروبا يمكنكم أن تدخلوا إلى الإنترنت كي تطلعوا على ذلك وأخذوا يرفضون المؤسسة الدينية الحاخامية حكاية لها تفصيلها الأمر هو هو الأمر هو هو في جماعة الأخوان المسلمين هناك تيار موجود وليس اليوم منذ أيام حسن البنة منذ أيام ذلك المجرم الإرهابي حسن البنة ألا لعنة الله عليه هناك تيار موجود داخل جماعة الأخوان يطالب بعدم تسنم الأخوان وتسلم الأخوان للحكم في أي بلد من البلدان وهم موجودون قد يكونون قلة قد يكونون كثرة هذا شأن آخر أتحدث عن طريقة تفكيرهم يقولون من أن جماعة الأخوان لن تحافظ على بريقها إلا أن تكون مظلومة أن يكون جزء منها في الحبوس فإذا كان جزء من هذه الجماعة في الحبوس فإننا نستطيع أن نجني الأموال الكثيرة ونستطيع أن ننتشر بين الناس في الخفاء وأن وأن وهذا هو ربيعنا ربيع الأخوان المسلمين ماذا نصنع بالحكم دعونا في مواجهة مع الحاكمين كي ننتشر وكي نتسع وفعلا هو هذا أحد أسرار اتساعهم لماذا انتشروا وتسعوا في كل مكان تلاحظون أنهم في التجارب التي وصلوا فيها إلى الحكم فشلوا وانقلب الناس عليهم والتجارب أمام أعيننا هذا الفكر موجود في النجاف حينما عرضوا على أب الحسن الإصفهان وغيره من المراجع كي نطور الحوزة كي ننظمها رفضوا ذلك لأنهم يعلمون إذا ما دخل التطور ودخل التنظيم وأعطيت الحرية للناس فإنهم سيجدون مجالا أن يفكروا وهم لا يريدون ذلك ومن هنا قال كلمته المشهورة أبو الحسن الأصفهاني تنظيم الحوزة لا تنظيمها هم يعدونها في مناقبه وهو غباء في أعلى درجات الغباء تنظيم الحوزة لا تنظيمها ما هذا الهراء تصطير كلام خندي وهذا الكلام ينقل عنه وينقل عن غيره من المراجع ألا تلاحظون أن الأحزاب الدينية الشيعية قبل أن تستلم الحكم كانت مقدسة في نظر الشيعة وصارت عنوانا للفساد بعد أن وصلت للحكم والحال هو هو مع العمائم والحال هو هو مع المرجعيات الدينية أعتقد أن المرتضى وكان ذكيا جدا لم يتحرك بهذا الاتجاه مع علاقته الخاصة جدا بالخليفة العباسي كان بإمكانه أن يطلب من الخليفة العباسي من دون أموال وإنما الخليفة العباسي هو الذي يضع الأموال باسم الشيعة كان بإمكانه أن يفعل ذلك لأن الخليفة العباسي قد جعله نقيب الطالبيين وقاضي القضاء وأمير الحاج ومتولي ديوان المظالم وفتح له الخزائن العباسية على مصارع أبوابها كان مدللا الخليفة العباسي هو الذي منحه هذا اللقب علم الهدى على أن الوزير العباسي رأى أمير المؤمنين في المنام ولقب له الشريف المرتضى لقبه بعلم الهدى وعلى هذا الأساس فإن الخليفة العباسي أصدر أمرا رسميا بإعطائه هذا اللقب علم الهدى لقب من الخليفة العباسي يضحكون علينا يقولون لنا إن أمير المؤمنين لقبه بذلك الوزير العباسي يقول من أنه رأى ذلك في المنام فمن قال إن الوزير العباسي كان صادقا إنها جزء من لعبة العباسيين منحوه الوظائف وأعطوه الأموال ولقبوه بالألقاب كي يصبح عبدا من عبيدهم وكي ينفذ برامجهم كما يريدون وبعد ذلك تنتقل المرجعية إلى الطوسي كي ينفذ برنامج الضلال كي يحول الشيعة إلى شوافع معتزلة العباسيون فقها كانوا يعملون بمذهب الشوافع وعقائدا كانوا يعملون بمذهب المعتزلة وهذا هو الذي عليه حال الشيعة الآن إنه برنامج برنامج العباسيين الذي طبقه الطوسي في النجف هذه هي الحقيقة التي حدثت نذهب إلى فاصل مرجعية المرتضى بدأت سنة 413 بعد وفاة المفيد وتوفي المرتضى سنة 436 للهجرة المرتضى صار نقيبا للطالبيين بعد وفاة أخيه الشريف الرضي وهذا مصطلح الشريف يعني الرفيق هذا مصطلح مذموم لكننا نحن الآن نذكره بإجلال وتكريم في أي آية من الكتاب الكريم أو في أي رواية في أي زيارة من زياراتهم يلقبون أنفسهم أو يلقبون الهاشميين بهذا اللقب هم أشرف الشرف وهم سادة الشرفاء وهم الشرف كله لكنني أتحدث عن عنوين عن مصطلحات هذا المصطلح لم يستعمله محمد وآل محمد من رسول الله صلى الله عليه وآله إلى قائم آل محمد ولم تستعمله الشيعة أصلا على طول زمان الغيبة الأولى وحتى في بدايات الغيبة الثانية وإنما استعمل هذا في الجو الشيعي بسبب الشريف الرضي والشريف المرتضى العباسيون يستعملونه الذين عينوهم من الطالبيين نقباء للطالبيين كانوا يقولون لهم الشريف فلان لأنه عميل عند العباسيين نقيب الطالبيين هو عميل عند العباسيين وأي شخص من الطالبيين يريد الاعتراض على حكومة بن العباس هو الذي يؤدبه ويقيم عليه الحد أدبوا الطالبيين بالطالبيين وجعلوا صراع فيما بينهم هذا هو الذي فعله العباسيون بالضبط مثل ما عندنا في العراق مختار المحل أيام صدا وسيلة قذرة لإذاء ومراقبة أبناء المحلة هذا هو مختار المحلة عميل قذر عند البعثيين نقيب الطالبين هو هذا عميل قذر وسخ عند العباسيين من الآخر فهذا اللقب الشريف يعني عن رفيق الشريف الرضي يعني الرفيق والشريف المرتضى يعني الرفيق هذا اللقب لا يوجد لا في كتاب الله ولا في روايات أهل البيت ولا في زياراتهم من زمان رسول الله إلى زمن القائم لا يوجد هذا اللقب وعلى طول زمان الغيبة الأولى إلى سنة 329 لا يوجد هذا اللقب في ثقافتنا ومن بداية الغيبة إلى زمان والدي الشريف الرضي والشريف المرتضى أبوهما صار نقيبا للطالبي أبوهما هو الحسين ابن موسى يعود نسبه إلى إمامنا موسى بن جعفر صلوات الله وسلامه عليه والد الشريف الرضي والشريف المرتضى هو السيد أبو أحمد الحسين ابن موسى معروف بالشريف أبي أحمد إنه نقيب الطالبيين لكنه لم يكن يرتدي ملابس العباسيين والعباسيون رضوا من أن يكون نقيبا للطالبيين أن ينفذ برنامجهم بعد أن توفي الشريف أبو أحمد الحسين ابن موسى الطالبي الموسوي انتقلت نقابة الطالبيين إلى ولده محمد الذي لقب بالشريف الرضي من قبل الحكومة العباسية سنة أربعمية وثلاثة للهجرة أيام مرجعية المفيد قلنا من أن المفيد توفي سنة أربعمية وثلاثة عاش الشريف الرضي الرفيق الرضي صار نقيبا للطالبيين بعد وفاة أبي سنة أربعمية وثلاثة للهجرة وهو أول طالبيين يلبس العمامة العباسية السوداء التي هي من دون حنكين التي يلبسها السيستاني الآن وسائر مراجع الشيعة هذه العمامة التي بهذا الشكل ملعونة عند أهل البيت والذي يلبسها لا يأمن على نفسه أن يصاب بالداء الذي لا دواء له هذه روايات أهل البيت روايات أهل البيت الذي يلبس العمامة العباسية يعني العمامة من دون ذؤابتين فإنه لا يؤمن عليه أن يصاب بالداء الذي لا دواء له لو سألنا أهل البيت يا أهل البيت يا باقر العلو يا صادق العترة ما هو هذا الداء الذي لا دواء له يقولون هناك داءان في رواياته هناك داءان لا دواء لهما الداء الأول النصب العداء لمحمد وآل محمد والداء الثاني الحماقة إنه الجهل المركب هذا الذي يقول عنه عيسى إنني أحييت الموتى وجعلت الأعمى مبصرا و لكنني عجزت عن علاج الأحماق الأحماق هو الجاهل المركب الذي يجهل ويجهل أنه يجهل وهذه أبرز صفة في المعمم المعمم حمار وهو يرى نفسه أنه أعلم الخلق المعمم حمار حمار وهو يرى نفسه أنه أعلم الناس هذه أبرز صفة في المعمم هذه أحاديث العترة العمامة من دون ذؤابتين وهي العمامة العباسية التي يلبسها مراجع النجف يلبسها السيستاني وبشير النجفي يلبسها الخوئي ومحمد باقر الصادر وسعيد الحكيم وإسحاق الفياض وباقر الإيروان والجميع يلبسونها هذه العمامة العباسية اللعينة من دون ذؤابتين لعنتها أين تظهر في أن الذي يلبسها لا يؤمن عليه أن يصاب بداء لا دواء له ما هو هذا الداء الذي لا دواء له نوعان من الداء النصب والحماقة الجهل المركب إياك إياك ومصاحبة الأحمق لماذا لأنه يريد أن ينفعك فيضرك يتوقع أن النفع في هذا الضرار هو لا يعرفه ضرار جاهل بالجهل المركب هذا واقع المرجعية الشيعية وواقع العمامة الشيعية على أي حال الشريف الرضي أول طالبي بل أول شيعي لبس العمامة العباسية السوداء ولبس الثياب السوداء إنها الثياب الرسمية الزيتوني الزيتوني أيام صدام شنو كانوا يلبسون الرفاق الزيتوني الشريف الرضي لبس الزيتوني لبس الأسود لبس الأسمراني كان الزيتوني بزمان العباسيين لبس لباسه بوسامرة لبس الأسود بقي نقيبا للطالبيين إلى أن توفي توفي سريعا هل توفي بشكل طبيعي أم أن أنهم سمموه أنا لا أملك دليلا لكنني أعتقد أن العباسيين سمموه قتلوه بطريقة وبأخرى خنقوه خنقوه سمموه لماذا لأن الشريف الرضي لم يكن شخصية سهلة حتى وإن استعبدوا بين جوانحه طموح طموح وكان جريئا جريئا إلى حد بعيد وله نقاشات مع العباسيين لا أجد وقتا لذكرها حتى حينما سأله الخليفة العباسي مرة قال هل تشم رائحة الخلافة يعني هل أنك طامع فيها قال لا أنا أشم رائحة النبوة يريد أن يقول له من أن نسب يعود إلى نسب النبوة ونحن الأحق على أي حال الشريف الرضي سنة أربعمية وستة وفي هم يبحثون عن شخصية هادئة إنه المرتضى الأمر هو هو الذي فعله صدام بعد وفاة محسن الحكيم بعد وفاة محسن الحكيم كان صدام يتناقش مع الأشخاص مع الأشخاص الذين لهم خبرة في أجواء النجف وفي أجواء المرجعية وهم من الشيعة فكانوا فكانوا يتداولون الحديثة من الذي ندعمه للمرجعية البعض منهم طرح اسم محمد الحسني البغدادي سيد محمد الحسني البغدادي وقالوا لصدام هذا عراقي وعربي وعنده نفس قومي عربي لا علاقة له بإيران لأنهم يعرفون أن صدام يبغض إيران والإيرانيين هو الذي يقول لو كان إصبعي فارسيا لقطعته هذه قولة معروفة لصدام فقالوا له هذا ليس إيرانيا مثل ما كان محسن الحكيم على علاقة وثيقة بالشاه هذا ليس إيرانيا هذا عراقي عربي نفسه عربي عنده ميل للقومية العربية وهو على عداء شديد مع محسن الحكيم باعتبار أن مشكلة الانقلاب الذي اشترك فيه مهد الحكيم حكاية لها تفصيلها في زمانها لا أريد أن أتحدث عن كل صغيرة وكبيرة فكان صدام متنفرا من الحكيم ومرجعيته ومن أولاد الحكيم راغبا في مرجعية تكون منافرة للحكيم ومنافرة للشاه فطرحوا هذا الاسم سيد محمد الحسن البغدادي رفض صدام ذلك طرحوا اسم الخمين وقالوا له هذا عدو للحكيم مضاد للحكيم وآل الحكيم أعداؤه وهذا عدو للشاه وشاه عدوه وهو يحتاج الحكومة العراقية لأنه منفي إلى العراق فقال لا أتعلمون لماذا لماذا رفض محمد الحسن البغدادي ولماذا رفض الخمين رفض الخمين لأنه كان شجاعا ورفض محمد الحسن البغدادي لأنه لم يكن جبانا واختار الخوء قال لا يوجد أجبن من هذا نحن نختار المرجع الجبان فإذا ما ذهب إليه شرطي من قبلنا فإنه سيأتمر بأوامر الشرطي وفعلا هذا هو الذي كان عليه الخوء الشريف الرضي كان جريئا كان مقداما برغم أنه صار عبدا من عبيدهم لكن الشجاعة كانت تجري في عروقه أما المرتضى لم يكن كذلك كان بخيلا والبخيل يكون طماعا ومن هنا أغدقوا عليه بالمناصب والأموال ووصلوا إلى مرادهم وقت الحلقة صار طويلا ولم أصل إلى مقصدي غدا نكمل الحديث الحكاية خطيرة خطيرة جدا غدا نكمل الحديث أسألكم الدعاء جميعا في أمان الله